بات في إمكان المستهلكين الصينيين ابتيع مشارياتهم من دون الحاجة لحيازة أموال نقدية أو بطاقات مصرفية أو حتى استخدام الهواتف المحمولة وذلك بمجرد النظر إلى جهاز مسح ضوئي في بلد تسجل فيه تقنية التعرف إلى الوجوه طفرة كبيرة وتحتل الصين موقعا متقدما جدا بين دول العالم على صعيد تقنيات الدفع بالأجهزة المحمولة لكن مع هذه الوسيلة الجديدة المستخدمة على الصعيد الوطني بات الدفع بأجهزة المحمولة عبر رموز الاستجابة السريعة تبدو قديمة لم أعد بحاجة أن أحمل هاتف الجوال أستطيع الآن التسوق دون اقتناء أي شيء على الإطلاق هذا لم يكن ممكنا خلال المرحلة الأولى من الدفع المقضي أو الدفع من خلال الهاتف المحمول ويضم حوالي 300 متجر من سلسلة ويدوم أجهزة للدفع بواسطة تقنية التعرف إلى الوجوه بحسب بوهو على أن ينشر 400 جهاز آخر قريبا غير أن جهات كثيرة تحذر من مخاطر متصلة بتحوير وجهة استخدام هذه البيانات عن المهمة الأساسية أي الدفع من أجل التجسس على خصوصية الأشخاص